أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير العقل البشري محدود ويتوهم الإنسان أنه يملك شيء فالآن أنا أنطق وأنا الآن أحرك يدي وأنا الآن أملك التصرف في هذا البدن وأغفل عن أن هذا الملك ليس حقيقي وأن هذا الملك إنما هو تمليك من الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذا لا أملك من دون الله وإنما أملك بتمليك الله وعندما أملك بتمليك الله أيضا هو المالك لما ملكني ويحول بيني وبين ما ملكني كيف شاء متى شاء جل وعلا لذا يقول يحول بين المرء وقلبه إذن قلبك الذي هو منبع الإرادة ومنبع السلطة والسيطرة على هذا البدن الله عز وجل يحول بينك وبين قلبك إذن اعلم أيها المخلوق أنك أمام الحق لا وجود لك أمام الحق لا شأن لك أمام الحق أنت صفر أنت عدم وإنما أنت بالله لك وجود أنت مع الله لك هذا الشأن عندما قال جل وعلا وهو معكم حتى يتضح المطلب بشكل جلي فإن هذا اللسان لا ينطق لوحده وإن هذه اليد لا تتحرك لوحدها ولو نظرت إلى جوارحي بمعزل عن روحي فلا شأن لها لا أثر لها لا حركة فيها ولكن كل ما لها إنما هو بالروح وهذه الروح هي آيته فينا كما أن الروح هي سبب لحياة هذا البدن والسبب لحركة اللسان ونظر العين الله هو روح الأرواح هو حياة كل حي يا حيا يحيي كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي اللهم أحينا على ما أحييت عليه أولياءك وأمتنا على ما مات عليه أولياءك صلوات الله عليهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته